مجموعة بيجو سيتروان الفرنسية للسيارات توافق على التفاوض على مجمل الخطة الاجتماعية الخاصة ببرنامج الانقاذ المتعلق بفروع المجموعة في أوليسوب وفي ضحية الباريسية وفي رين في شمال غرب فرنسا قرروا إجراء مفاوضات بعث الأمل في نفس ممثلي النقبة العمالية أمامنا مؤسسة صلبة وإدارة لا تريد تنازل ولا ترغب في التفاوض ولكننا اليوم بفضل اتحاد العمل وتكاتفهم نجحنا في تغيير قرار الإدارة نحن سعداء جيدا وسجلنا أولى نقطة كبيرة لصالحنا ورغم رغبتها في التفاوض أكدت إدارة المجموعة أن قرار إغلاق فرع أوليسوب و لا رجعت فيه إغلاق فرع أوليسوب و ضروري وإلغاء ثماني ألاف وظيفة هو المجموع ولكن من الواضح جدا وقلنا هذا منذ البداية نحن نعلق أهمية كبرى للحد من الأثار الاجتماعية لهذه الخطة الحكومة الفرنسية كانت قد أشارت إلى تقديم برنامج لإنقاذ المجموعة الرائدة في مجال إنتاج السيارات بقيمة سبعة مليارات يورو اشتركوا في القناة